طيب احنا مشاين فا نسقط اكتر من كده فا يلا نبدأ هنبدأ في الفيديو ده باللينير برو جرامج طيب اللينير برو جرامج عشان احل المسألة اصلا انا عندي سري ستابس ماشي اول ستاب اول حاجة هنزم فيه الحاجات اللي هو مدياني في المسألة واحطها بشكل مرتب كده ومنظم عشان اعرف حد طيب بعدين تاني حاجة مجوعة اللي هي ايه اللي هي. ادل كل ايه او كل حاجة يعني. متاحكة. وهنشوف احنا هنعمل ايه. المال لا تريد ان نستمج. يعني بعدين تالت حاجة اصلا ما ينفرج تطلع اه بالنجاتف اساسا يعني ان احنا عايزين مسلا لو احنا عايزين نقلل الكوست فانا اكيد مش هقلله بالنجاتف لو عايز ازود البرافت اكيد مش هزوده بالنجاتف تمام فدي الثري ستابس اللي احنا هنشتغل بهم اول حاجة ميكا تابل تاني حاجة ميك كونسترينز تالت حاجة نان نيجاتفتي كونسترينز تعال نشوف بقى المسألة ونطبق عليها الثري ستابس دي طيب بيقول لي بقى ايه consider a chocolate manufacturing company produce only two types of chocolate A و B حلو both of chocolates require milk and chocolate طيب حلوة او انا دلوقتي عندي نوعين من الشوكولت A و B والشوكولت بول طايمة للشوكولت بيحتاج milk وتشوكو اللي هي كاكوية خلاص طيب بيقول لي بقى ايه من طب قبل ما نكمل تعالوا نعمل الجدول بالحاجات دي لو ايه و بي نوعين للشوكولت والحاجات اللي هما بيحتاجوا اهو انا عندي التابل اهو عندي هنا اهو ده ايه و بي و طبعا عندي توتل بس هنعرف التوتل ده ليه في باية المسألة و عندي ادي الملك و ادي اللي تشوكو ميش تعالوا بقى نكمل عندي باية تو مني فاكتوري ايش يونت اف اي ان بي the following quantities are required ايش يونت اف اي ركوائر وان يونت اف ملك و three yonets of choco يعني عندي one yonet of milk و three yonets of choco علشان اطلع product A او chocolate A خلاص فانا هاجي هنا قال لي one yonet of milk عندي ايه فاهي one yonet of milk و three yonets of choco اهي three yonets حل؟ تعالوا نكمل و قال لي بي محتاج one yonet of milk with two yonets of choco اهي واردو عندي بيه هحط one yonet of milk with two yonets of choco ميشي؟ طيب نكمل المسألة the company has a total of five yonets of milk انا عندي total اهو اي دي total اللي احنا حطيناه في الجدو حلو؟ five yonets of milk with twelve yonets of choco فانا التوتل عندي ايه؟ التوتل عندي الملك كله اللي عندي five yonets والتشوكوا كلها اللي عندي twelve yonets حلو؟ ميشي طيب سيبكم النا ايه وقفنا فين؟ اه on each sale the company make a profit طيب ده انا اظهر لي حاجة جديدة بقى دي خانة جديدة في الجدوة البتاعي فهو هحط هنا profit او loss loss على حسب ما هم يديني ايه؟ طيب هم بيحققوا profit six dollars من ايه و five dollars من بي ايه لو بعتها هتجيب لي six dollars و بي لو بعتها هتجيب لي five dollars now the company wishes to maximize its profit هم عايزيني زودوا الprofit بتاعهم formulate these profit as a linear programming problem to achieve profit maximization انا عايزة زود الprofit طيب هنحط بس الاول الprofit بتاع كل product قدامه six dollars six dollars six dollars A and five dollars A and five dollars B طيب دي اول step دي دي بتاعه الايه؟ دي اول step خلاص قبل ما نخش في التانية هنعمل حاجة زيادة انا عندي قال لي ان total number of young produced produced by ايه؟ هديها رمز الاكس خلاص؟ يعني once ان انا قلت اكس فانا كده بتكلم عن ايه؟ خلاص؟ وي total number of young of young produced by B هديها رمز الواي التوتل نمبر عمتا بقى التوتل نمبر اوف يالتس بروديوزد هديها رمز الزت يعني لو قلت اكس بقى بتكلم عن اي واي بتكلم عن بي زت بتكلم عن التوتل يالتس عمتا خلاص طيب من الجدول ده انا هطلع حاجة بقى مقصة ما عملتش الخطوة دي كده هعمل ايه انا عايز اعمل اكوشن شاية لاينير اسمها لاينير فانا عايز اعمل اكوشن توبير لاينير كده فاعمل ايه اللاب الخانة بتاعت البرافت هي اللي هنستخدمها في الخطوة دي يعني هقول سيكس اكس بلاس فايف واي ايكوال زت او مش بتديني التوتل البرافت اللي بيحققه كام فانا ايكوال زت خلاص فانا في الخطوة دي بعمل ايه تاني بركز على الكولم الاخير اللي هو وبعمل ايه اللي هو البرافت او اللص او الكوست عماتا يعني فسيكس اكس بلاس فايف واي ايكوال زت ده البرافت بتاعهم احنا عايزين نطلع نعمل ايكوشن بالبرافت خلاص يا رب تكون فاهمي ايه سيكس اكس بلاس فايف واي ايكوال زت خلاص يعني خلينا نقول ان اكس بلاس واي ايكوال زت دي كده الايكوشن العدي انا عايزة حط لها ارقام بقى فانا حط لها ارقام من هين من الكولم الاخير بتاع البرافت او اللص او الكوست خلاص طيب تاني ستب ان انا بعمل ايه ميكونا ستريمز طيب بعمل ايه هنا يعني انا هنا كل ما اعمل كل منتج من ايه و بي انا البرافت بتاعي هيزيد لانهما الاتنين بيدخلوا ليه برافت بس انا عندي limited resources limited resources اللي هي ايه انا عندي خمسة بس من الملك و عندي 12 بس من اللي تشوكو حلو فانا القونسترينز دي يعني اعمل ايه بردو بص عشان فاحنا انا بالعافي ماشي انا ايه عندي وان من الملك وسري من اللي تشوكو خلاص و بي عندي وان من الملك و تو من اللي تشوكو فانا اعمل ايه انا عايز انتج او بي فانا اعمل ايه هاخد ده كده هحطه في equation و ده كده هحطه في equation خلاص ازاي يعني انا قلت ايه استهلاكي يزيد عن 5 لان انا كده كده مش هيبقى عندي غير 5 دول فانا هعمل ايه 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 اللي هي اكس انا رمزنا لها باكس عندها كم يونتف ملك وان فهي اكس وان اكس خلاص و بي عندها كم يونتف ملك عندها وان برد فهي وان واي طيب انا عندي total total number of milk كان 5 وقلت ان انا استهلاكي مينفعش يزيد عن 5 في الملك فانا هعمل ايه smaller than or equal 5 هم يقل من 5 يقل من 5 لان هم ما ينفعش يزيدوا عن 5 خلاص فدي اول equation عملنا يبقى احنا بنعمل ايه في الconstraint احنا عندنا limited resources وانا عايز انتج a و b فانا لكل resource بعمل a و b equation لكل resource بعمل equation لكل resource ل a و b مع بعض فانا عملت في الملك x plus y smaller than or equal 5 ليه لانا ما عنديش غير 5 من الملك فانا ما ينفعش ازود عنا ادها او اقل منها تمام ما ينفعش تكون اكبر خلاص طيب الى بعدها اللي تشوكوا هنعمل برضو في اللي تشوكوا ناس اللي عملناه في الملك تاني واحدة اي اهو الاجزة اي واه الواي خلاص